أما الإنسان أينما ذهب أينما حل أينما ارتحل أينما توجه في بلده في موطنه في حله في ترحاله في سفره وحده مع الناس في مدينة في السحراء ولقد نادانا نوح أين نادى الله عز وجل ناداه في بطن الحوت في ظلمات سلاس في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل في البحر في مكان الظلام دامس ينعدم الضوء كليا بعد مئتين متر تقريبا فالحوت إذا غاص في أعماق البحر فهو ففي بطن الحوت ظلمة وفي البحر ظلمة والوقت ليل ظلمة الليل على ظلمة البحر على ظلمة قلب الحوت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون سيدنا يونس نادى الله عز وجل وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك دمج المؤمنين فيا أخي المؤمن هل تجد مجيبا كالله عز وجل يسمعك أينما كنت أينما حللت أينما ارتحلت في أسرك في عسرك في غناك في فقرك في صحتك في مرضك الإنسان يحتاج إلى اتصال إلى هاتف إلى غرقية إلى مخابرة إلى صياح إلى كتابة إلى ترجمة أحيانا ترجم له أما الله عز وجل وأنت ساكت يعلم السر وأخفر يعلم سرك ويعلم ما خفي عنك ما معنى في نعم المجيبون نسمعك اذهبا إلى فرعون إنه طه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يحشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطهى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى أنا معكم وقال موسى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون لحؤونا البحر أمامنا فرعون من ورائنا فرعون وما أدراك ما فرعون بقوته وجيشه وبطشه وحقده وجبروته إنا لمدركون قال كل إن معي ربي سيدين سيدنا إبراهيم جاءه جبريل قبل أن يوضع في النار سأله جبريل ألك حاجة؟ قال منك؟ قال لا ليس مني من الله قال علمه بحال يغني عن سؤاله فنحن هذه القصص ليست للاطلاع هذه القصص القرآنية سيدنا إبراهيم قبل أن يلقى في النار سيدنا يونس وهو في بطن الحوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنت مؤمن ما عندك ورطة أطلاقا ما عندك مشكلة ما في ضائقا ما في شبح مصيبة ما بيصير بالمناسبة المتفوقون المؤمنون الصادقون يزداد نشاطهم في الرخاء وفي الطمأنينة وفي الصحة وفي الغنى لكن ضعاف الإيمان الرخاء لا يناسبهم الرخاء يعني الكثل الرخاء يعني النوم الرخاء يعني التواني رخاء يعني صلاة فيها تكاثر الرخاء يعني غفلة عن الله عز وجل لذلك حكمة الله جل جلاله وهذا من فضله علينا أنه يسوقنا إلى بابه بالمشكلات يسوقنا إلى بابه الإنسان لو لا المصائب لمن دفع إلى باب الله عز وجل لمن دفع إلى الله وإلى رسوله وإلى بيته وإلى مجالس العلم فهذه نعمة لو الله عز وجل تركنا هملا وبقي الناس في غفلة إلى أن جاء وقتهم المعلوم فاستحقوا النار الله جل جلاله مربي هو رب العالمين معنى رب العالمين يربي هذه النفس ينقلها من حال إلى حال من طور إلى طور من منزلة إلى منزلة من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان إلى مرتبة الشهود إلى مرتبة الفناء إلى إلى بنقلك بقلبك فلذلك أكثر شيء تتعامل معه أنت أيها المؤمن هو الدعاء هل أقول لكم كلمة أوضح من ذلك بل إن الدعاء هدف لذاته ما يسوق الله للإنسان ما يسوق إلا كي ندعوه إلا كي نتدرع إليه إلا كي نقبل عليه إلا كي نتوسل إليه ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون أول شيء يجعل الطلب من الله طلباً ذكياً أن الله معك أينما جهدت أينما كنت مهما كنت في حرج مهما كنت في ورطة مهما كنت في ضيق مهما كنت في قبضة عدوك الله معك ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون شيء الثاني الله يسمع إذن يسمعك في أشد الحالات يسمعك وأنت ساكت يعني إذا خطر في بالك أو إذا توجهت إلى الله في قلبك وقلت يا رب أنقذني ليس لي سواك أنا عبد ضعيف يعني إذا قلت يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ناض في حكمك عدل في قضاءك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أعوذ بك من أن تحل بي غضبك أو تنزل بي سخطك أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع غضبك لك العطفة حتى ترضى شي جميل جدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يعني ما لك مناجا مع الله ما لك ساعة صفاء ساعة إقبال ساعة جعاء ولقد نادانا نوح يعني كأن الله جل جلاله إن كنت مصيبا في هذا الكلام كأن الله يسوق بعض المشكلات لكن الضعاف إذا اطمأنوا أو اغتنوا أو أمور كانت ميسرة تماما هذا من شأنه أن يقعدهم أن يبثئ بهم السير إلى الله لذلك الله هو الحفيم يسوق لنا من الشبائد ما يدفعنا إلى بابه ما يجعلنا نلوذ به نقبل عليه نتوسل إليه نعتمد عليه نستغفره الشيء الثاني أيام إنسان يسمعك يسمعك معك لأنه وقت جنبك دخلك طولان يقول لك والله ما بيديش الأمر مو بيدي أتمنى والله يعني إذا الإنسان بإحشاؤه الداخلية صار فيه مشكلة مهما كان إنسان يحبه قريب منه يقول لك العين بصيرة واليد أصيرة أمر بيد الله عز وجل انتقلنا من صفة السمع وهو في أرقى حالاته أرقى حالات السمع أن يسمعك وأنت ساكت يكفي أن تتوجه إليه بقلبك يا رب ليس لي إلا أنت يسمعك بس الله عز وجل ليس فقط يسمعك يسمعك وهو قادر على كل شيء قادر يوقف الورم الخبيث بلا ذواء والله الذي لا إله إلا هو أشخاص كثيرون أعرفهم أخذت خزعات من رئاتهم أخذت إلى بلد غربي فإذا مرض خبيث من الدرج الخامس ولا سبيل إلى بقائه حيا أبدا لأن زرع الرئة ليس ممكن حتى الآن هذا الإنسان التجأ إلى الله واعتمد عليه وتوسل إليه والله الآن حي يرزق لا يشكو شيئا وقد نضى على هذه الحادثة أكثر من عشر سنين الشيء اللطيف أن الله ليس فقط سمعات على كل شيء قدير يفتح المجاري يحرك الأعصاب يحرك العضلات يدوي بالجلطة الدفام يجعله محكم هذا الذي حار به الأطباء هذا الذي يقول عنه الأطباء الشفاء الزاكي أي شفاء ذاكي؟ شفاء رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ألا تحب أن يكون الله معك؟ كن مع الله ألا تحب أن يكون الله جليسك؟ أتحب أن أكون جليسك يا موسى؟ قال كيف ذلك يا رب؟ قال أما علمت أنني جريس من ذكرني وحيث من التمثني عبدي وجدني فربنا عز وجل ليس سميعا فقط سميعا وقادرا أعطى أعدائك في قبضته أقوى جهة في الأرض في قبضته أعداءك أصدقاءك أقرباءك أهل بيتك أولادك من فوقك من تحتك من يلوذ بك من لا يلوذ بك المخلوقات الحيوانات الفيروسات الإنسان حسب قواعد العدوى لازم لا يكون ولا واحد صحيحة من الذي يحميك من هذه الفيروسات وهذه الأمراض الخبيثة وهذه الأمراض المعدية وهذه الأمراض السارية من يحميك؟ الله عز وجل سميع وعلى كل شيء قدير لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض أجلكم درس الماضي لا أعتقد طائرة على ارتفاع ثلاثة وأربعين ألف قدم فوق جبال الألب احترقت وانتجرت وانشطرت شطرين واحد وقع منها في مكان الانشطار وظل يهوي ثلاثا وأربعين ألف قدم إلى أن سقط على غابة مكسوة بالسلج بسماكة خمسة أمتار هذه الأمتار الخمسة مع مرونة الأغصان أغصان الثرو والسنوبر انتفت كل هذه الصدمة والاندفاع نزل واقفا وإذا العناية لاحظتك جفونها من؟ فالمخاوف كلهن أمان إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك الشيء الثالث قيام شخص استمع إليك استمع وهو قادر على أن يوقذك من ورطتك لكنه لا يحبك لا يحبك لا يرحمك ربنا عز وجل يستمع إليك وهو قادر على أي شيء تطلبه منه والله عز وجل لحكمة يريدها يخلق من الضعف قوة من الفقر غنا تلاقي فقير عجيب الأمر ما هي إلا سنة أو سنتان حتى أصبح غنيا ضعيف أصبح قويا عليل أصبح صحيحا شيء الثالث ربنا عز وجل رحمن رحيم لو يعلم المعرض حبي له وشوقي إليك وانتظار لترك معاصيه تقطعت أوصاله من حبي هذا حبي هذا شوقي لغير المؤمن فكيف شوقي للمؤمن أنت مطلوب أنا اخترت ثلاث صفات أنه سميع وأنه قدير وأنه محب هذا معنى فلا نعم المجيبون لماذا هو نعم المجيبين لأنه سميع وقدير ومحب حفيف وحدة ما عد نعمل مجيبين إحدث السمع لك شخصا يحبك حبا جمع ويحرص على كل مصالحك لكن بعيد عنك يكون الإبن في أمريكا والأب في الشم والإبن بار بيقدم روحه لو والده بس مهر والده وصار معه مرض مهر طيب لو كان معك وغير قدير ما في ساوي شي طيب معك وقدير ما بيحبك لو أن صفة تخلفت ما عد فلا نعم المجيبون ومرضنا عز وجل أثنى على نفسه قال نعم المجيبون نحن فكم هو أحمق هذا الذي يتوجه لغير الله كم هو أحمق هذا الذي يعلقه آملا على غير الله عز وجل كم هو أحمق هذا الذي يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل كم هو أحمق هذا الذي يتضعبع لغني يريد ماله كم هو أحمق اسأل الله من فضله ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الأدب اسأل الله من فضله اطلب من الله كل شيء إن سأدثى الله عز وجل اسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل استعف به من النار وما قرب إليها من قول وعمل اسأله خير الدنيا والآخرة اسأله ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام واستعف به مما استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم كن طمع هنا الطمع الطمع مع الله عز وجل كن طموحا لا ترضى بالقليل قالت له امرأة سألت أميرا عطاءا أعطاها عطاءا كثيرا وزيره قال له يا سيدي كان من الممكن أن ترضى بالقليل كان يرضيها القليل لقد أعطيتها كثيرا فأجاب الأمير إن كانت ترضى بالقليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي قال له إنه كان يرضيها القليل وهي لا تعرفك بهذا الكرام قال إن كانت ترضى بالقليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي فربنا عز وجل ولله المثل الأعلى يعاملنا على أننا إذا رضينا بالقليل لا يرضى إلا بالكثير الدليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني إذا واحد ملك قال له له واحد اطلب مني قال له أنا مرصاصي اطلب سيارة اطلب بيت اطلب منصب رفيع ما لك يطلب منك فالله عز وجل درس الأسبوع الماضي إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون تنوب الجنة تنوب ساعات الأبد هنا في أشخاص يعني يكفي أن يشتري هذا البيت هذا كل منا بس ما بدون في البيت يكفي أن يتزوج هذه المرأة انتهت كل طراراته من الله عز وجل ما أضعف هذا الإنسان ما أضعف بصيرته ما أقل طموحه إن كنت لا تعرف الله اعرسه هو أكرم الكرماء إذن أول نقطة نعم المجيبون لأنه يسمعك أينما كنت يسمعك بلا كلام يسمعك وأنت ساكت والدليل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفية ومن الدعاء والنبي الكريم رأى أناسا يدعون الله بصوت مرتفع قال إنكم لا تنادون أصمة لو أنكم ناديتموه بقلوبكم لسمعكم نقطة ثانية لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ما في أشخاص لضعف إيمانهم أخي لك أنا ما في أمل الزواج ليس ما في أمل الزواج ما معي حقبت شو الكلام هذا أنت أكرم من الله عز وجل لما الله بريد يخلق لك شيئا على غير قوانين الحياة لكن الله عز وجل جعل الحياة قواعد ويخرقها دائما إكراما للمؤمن أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجة ومعنى مخرجة أن كان مغلق الأمر نزلت فلما استحكمت حلقاتها أحيانا الطريق هذا مغلق الطريق مغلق وظيفة ما فيه تعيين ما فيه عمل حر ما فيه شركة ما فيه سفر ما فيه زواج ما فيه شراء بيت ما فيه استحكمت حلقاتها يبدو أن أنت تترك أبواب الأرض كلها مغلقة أما إذا طرقت باب السماء فتحت لك كل الأبواب نزلت فلما استحكمت حلقاتها فورجت وكان يظن أنها لا تفرج هذا معنى قول الشاعر كن عن همومك معرضة وكد الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى وربما ضاق المضيق وربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى مؤمن لك اتصال بالله مؤمن لك ثقة بالله مؤمن لك يقين بحكمة الله عز وجل مؤمن لك يقين أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء لكن بيده الخير فقط كله خير عطاؤه عطاء ومنعه عطاء وإذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء إذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء والمؤمن يتلو قوله تعالى فيقشعر جلده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون المؤمن مستسلم إذا ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون إذا إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسي له من بعده لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا الإيمان الإيمان طمأنينة الإيمان تسليم الإيمان رضا بقضاء الله وقدره المؤمن دائما يقول يا ربي أنا راضي بقضائك حدثني أخ طبيب في مستشفى قال لي والله جاءنا مريض معه ورم خبيث في أمعائه وقال لي وهذا المرض من أشد الأمراض إيلاما بل إن معظم المصابين بهذا المرض مهما كانوا متجلدين يصيحون صياحا عجيبا من شدة الآلام قال جاءنا مريض مؤمن معه ورم خبيث في أمعائه قال لي والله ما دخل عليه إنسان إلا وقال له اشهد أنني راض عن الله يا ربي لك الحمد بقي أياما عدة إلى المال إلى الطعام إلى النوم تركتم الصلاة تركتم التفكر التذكر تلاوة القرآن العمل الصالح الله عز وجل يقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل آية ثانية قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة آية ثالثة وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الله في عنده كرب عظيم كرب لا يحتمل في أمراض وبيلة في ظلم في إهانة في تقييد حرية ثلاثين سنة نحكونا في صحب في غرفة صغيرة يعني أحياناً الله عز وجل بيكون الكرب العظيم فقد الحرية بيكون الكرب العظيم مرض كبير مرض خطير أيام الكرب العظيم زل أيام فقر متقع تشتهي أن تأكل التراب أحياناً عضو من أعضاء الإنسان يتعطر واحد أصيب مستقيمه بشلن مستقيمه آخر مكان بالأمعاء الغليظة إذن القذر لا يخرج عرض على إنسان عشرة آلاف ليرة كل شهر لينزل بأصبعه هذا القذر ما في أمكان نعمة أن الإنسان يخرج من دون مساعد هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها لو أن القناة الدمعية سدت لأصبحت حياة الإنسان جحيمة دائماً الدمع نازل والدمع قلوي والجلب حساس دائماً في خط ملتهب والقناة الدمعية دقيقة جداً فقد البصر أليل فقد السمع أليل شلال أليل الإنسان ثقيل كل مكانتك وكل كرامتك وكل محبة نازل لك تحرك بنفسك لو فقدت هذه الحركة والله لتمنى أقرب الناس إليك انتهاء الحياة الله خفف عنه بجاء الحبيب لا بنتحمل أقرب الناس إليك ابنك الذي من صلبك يتمنى نهاية الحياة أنت محبوب لأن الله عز وجل أعطاك قوة محبوب ظل خفيف لأنه خفيف أما إذا الإنسان أصيب بالشلال وأصبح طريح الفراش عندئذ يتمنى أهله وأقسم بالله يفرحون بوفاته ولو لبسوا السواب ولو أطالوا زقونهم مظاهر هاي لكنه إذا فقد الإنسان سمعه أو بصره أو قوته أو عقله عقله يخافوا منه بصير بده وافطة لأصير هذا كرب عظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم أيها الإخوة الأكارم لا تسلك سبيلا يكون الكرب العظيم لا بد منه لا تمشي مع الله طريق مزدود الكرب العظيم يراه الناس رأي العين فيضانات أعاصير إعصار الذي ضرب أمريكا ترك خسائر 30 مليار دولار 30 مليار يعني بقدر نفقات حرب الفلوش فيضانات ألف وخمسمائة إصابة في الباكستان فيضانات سقيء أحياناً أحياناً حرائق أحياناً نجوح حروب أهلية أمراض الإدف كرب عظيمة هذا مقدرين بعد أدة سنوات عشرين مليون إنسان يموت بالإدف في أمراض كرب عظيم في وباء في ماء في هواء عصير في كما قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض في مدينة اسمه فيزوف بشفح جبل فيزوف في إيطاليا صار بركان الشاعة الثانية ظهراً هذا البركان حمم من اللهب مع رماد بركاني رفع الحرارة إلى ثمانممية درجة وغاز خانق معه فهذا الرماد تراكم فوق هذه المدينة ودمرها عن آخرها بعد مئات الأعوام أثناء التنقيب وجدوا مدينة وهم يأكلون الطعام هذا الرماد أصبحت الصخر وأصبحت الأشياء التي كانت وقتها فراغات حقنوها بالجرسين السائل فإذا مشاهد لا تصدق امرأة تنحني على قفلها أناس يجمعون الحلي من الخزن من الخزائن ندينة جاءها الكرب العظيم بعد الظهر كل إنسان مات في حاله حتى بعض الكلاب في حال الزعر حتى المساجين من السجون نقضوا في هذه المدينة كل شيء كل شيء في فراغ حقنو جبصين سائل فلما تجمد هذا الجبصين ظهر الشكل طعامهم شرابهم حماماتهم قصورهم بيوتهم هذا كرب عظيم في نكبات في زلازل في زلازل تضرب المدينة بأكملية في قنابل نووية على هيروشيما أجد ثلاثمائة ألف قتيل في ثمان ثواني أصبحوا قتلا ففي كرب عظيم فالإنسان لا ينجو من الكرب العظيم إلا إذا كان مع الله وكذلك ننجي المؤمنين اسمعوا الآية فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الكرب وكذلك ننجي المؤمنين قال وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مَنْ هُمْ أَهْلُهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ كلمة الأهل في القرآن تعني المؤمنين وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ لأن سيدنا نوح كل من ركب في السفين نجا ومن لم يركبها هلك قال يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموض فكان من المغرقين هل جاءتهم رأة هكذا تروي القصص؟ سيدنا نوح قالت له يا نوح متى الطوفان؟ قال لم يأتي بعد قالت إذا جاء الطوفان لا تنسني قصة قد تكون رمزية سيدنا نوح وهو في السفينة والبحر والطوفان في أوجهه تذكر المرأة نسيها فلما انتهى الطوفان قالت له يا نوح متى الطوفان؟ يعني الله عز وجل لا ينسى وينجي كل مؤمن قال وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ معنى هذه الآية تركنا عليه إسماً طيباً وصمعة حسنة وذكراً عطراً في الصعوب التي جاءت بعدها والسئة مهم جداً إنسان يموت إما أن يقال لعنة الله عليه في كل مجلس أو أن يذكر بالحسنة فجزء من إكرام الله إلى الإنسان أن المؤمن يثني عليه الناس له سمعة طيبة له ذكر حسن تتعطر المجالس بذكره أما أهل الكفر والنفاق يعني أينما حلوا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هنا وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في الدنيا والآخر إنا كذلك نجزي المحسنين يا أخوان العاقبة للمتقين أنت ماشي مع رب العالمين ماشي مع خالق الكون إذا كنت معه فالعقبة لك ينصرك ويؤيدك ويوفقك ويسدد خطاك وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله مع المتقين قالوا هذه معية خاصة هو معهم بالنصر والتأييد والتوفيق معهم بالنصر والتأييد والتوفيق وهو معكم أينما كنتم هذه معي عامة حتى مع الكافر لكن إن الله مع الصابرين إن الله مع المتقين هذه معية النصر والتأييد معية التوفيق معية الرضا معية العناية يا أخوان أروع ما في هذه الآية أن الله عز وجل بعد أن قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين هذه قصة وقعت مرة واحدة من أجل أن يجعلها الله قانونا من أجل أن تكون لك أنت أيها المؤمن الله عز وجل قال إنا كذلك نجد المحسنين لأنه كان محسن هكذا عاملنا قال أنت محسنا وتعامل كهذه المعاملة على نطاق طبعا آخر معناها إذا كان جاء كرب عظيم إذا جاء بلاء إذا كنت في ضيق مادي إذا شبح مصيبة شبح مرض خطير خلاف زوجي ضيق ذات اليد في مشكلات إلك عدو قوي أنت مستضعف يتملكك هذا كرب عظيم إقراء الأصل هذه ليست للقراءة ليست للفهم فقط للتطبيق والدليل إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ أروع ما في القصة أن الله بهذا التعقيد جعلها قانوما معناها أنت أيها المؤمن أنت 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 المعني بهذه القصة أنت المطالب بها إذا جاءك كرب عظيم توجه إلى الله عز وجل واعتمد عليه وتوكل عليه ولد بحماه وقل يا رب ليس لي إلا أنت من أجل أن ترى كيف أن الله جل جلاله يزيح عنك هذا الكرب العظيم هذه قصة من أجل أن نعيشها من أجل أن نمارثها من أجل أن تكون لنا نبراسا في حياتنا كلما ألم بك شيء له بالله عز وجل لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ما نقل إلا الله عز وجل نحن عبيد نحن ضعاف نحن مستضعفون لكن الله هو القوي لذلك يا رب كيف نظل في هداك وكيف نذل في عزك وكيف نفتقر في غناك وكيف نضام في سلطانك يا رب حاشى أن نظل في هداك وحاشى أن نفتقر في غناك وحاشى أن نذل في عزك وحاشى أن نضام في سلطانك هذا هو الإيمان يا أخو الإيمان أن تكون مع الله أن تكون معه في طاعتك وفي التجائك وفي توكلك وفي ثقتك به هذا هو الإيمان هذه القصة يجب أن تكون شعارا لكل مؤمن ولقد نادانا نوح فينعم المجيبون يعني باللغة الدارجة يعني يا عبادي ما هتلقوا مثل مني مجيب الكل سألوا جربوا إن سمع ما بيقدر وإن قدر ما بيسمع وإن سمع وإدر ما بيحبك ما بيخدمك إن سمعت قد لا يملك القوة والله ما بيدي شيئا والله بيتمنى والله قلبي معك والله تقطع قلبي من أجلك العين بصيرة واليد قصيرة إن سمعت ما بيقدر وإذا بيقدر وإذا ما قتلي ما تتخبرناك ملقناك مشكلة ثانية وإن سمع وكان بيقدر بس عدوك ما بيحبك أما ربنا عز وجل سمعانك سمعانك وقدير على كل شيء وبيحبك هذا معنى ولقد نادانا نوح فنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ومن الكرب العظيم الموت بين إنسان يموت والله راض عنه والموت عرسه وللصائم فرحتان فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله عز وجل وبين يكون أكبر كرب عظيم هو الموت نهاية كل المتاع بداية كل التبعات يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه لك وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين يا في أجمل من كلك ذكر حسن بعد الموت كل ما انذكرت الله يرحمه الله يعلم مقامه ترك أثر طيب ترك علم نافع ترك طلاب جيدين هذا الذكر حسن هذا أعظم عطاء يعني فيه إنسان أعزه الله كالنبي الكريم ما تعتقد فيه إنسان بالعالم كله اذهب إلى المسجد النبوي الشريف شيء لا يصدق يقول مئات ألوف كلهم يبكي ما التقوا معهم ما هذا الذكر ألم يقل الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وانت كمؤمن أنا بيرفع شأنك بكل ذكر طيب سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين كن محسن من الإحسان أن تستقيم على أمر الله من الإحسان أن تلتزم السنة من الإحسان أن تنفق من علمك من مالك من جاهك من كل شيء من الإحسان أن تأتي حركتك في كل شيء وفق المنهج وفق السنة هذا الإحسان قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلى كأن تتبحوا فيه إحسان كمان قال وليحد أحدكم شفرته وليرح زبيحته زبح شاتا أمام أختها فغضب النبي قال له هل لا عزلتها عن أختها أتريد أن تميتها مرتين في إحسان بالزبح كمان في إحسان بقتل العقرب لا تعزبوا ضربة وحدة إحسان بالتربية إحسان في البيع والسراء إحسان بالكلام الله عز وجل أمرنا بالإحسان إذا كنت محسنان فلا تخذ أن الله عز وجل معك وسينصرك من الكرب العظيم هذه قصة على إيجازها قصة موجز جدا هي اسمها حدث واحد ولقد نادانا نوح سنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجل المحسنين والحمد لله رب العالمين